السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد درسنا في الدرس الماضي الحروف المقطعة ما هي الحروف المقطعة نعم ما هي الحروف المقطعة ما هي الحروف التي في بداية السور ما شاء الله ما هي الحروف المقطعة من يعرفها ما هو تعريفها درسناها أم لم ندرسها ما هي هي الحروف التي هي الحروف المقطعة التي في بداية السور ما معنى بداية أول أول السورة حروف مقطعة هذا حرف حاميم حرفا لكن مقطعة حاميم حرفا مقطعة ليس كلمة مكتملة الكلمة المكتملة كاتابا كلمة مكونة من ثلاثة أحرف غير مقطعة أما مقطعة تقطيع عين سين قاف هذا مقطعة ليس عسقاء عسقاء كلمة كاملة لكن عين سين هذا مقطعة حرف وحرف وحرف هذا يسمى الحروف المقطعة وهي تنقسم إلى أربعة أقسام يعني أحكامها من حيث المد وعدم المد والمد حركتان إلى غير ذلك تنقسم إلى أربعة أقسام الحروف المقطعة حاميم قاف نون هذه تنقسم إلى أربعة أقسام من يذكر الأقسام الأربعة أصحاب الوراء أصحاب الوسط من يجيب الأول لا يمد يعني الأول من الحروف المقطعة لا يمد ما هو الألف الألف لا يمد ألف لا يجوز أن نمده أليف لا يجوز الأول لا يمد نعم أحسنت الثاني يكفي يكفي الثاني يمد ليس ها يمد حا أحسنت حي طهر أمتاز حي طهر يمد حركتين ما هما أو ما هي الحروف حي طهر يعني حروف حي طهر حا واليا والطا والها والرا يمد بمقدار حركتين هذا القسم الثاني القسم الأول لا يمد وهو الألف القسم الثاني يمد حركتان أو حركتين يجوز هذا ويجوز هذا يمد حركتان وهي حروف حي طهر القسم الثالث فيه الوجهان لا سجل طيب اكتب تكتب نعم تاز بارك الله فيك فيه الوجهان القسم الثالث فيه الوجهان الوجه الأول أربع حركات الوجه الثاني ست حركات وهو حرف العين يعني العين يجوز نمده أربع حركات أربع حركات عين ويجوز نمده كم ست حركات ممتاز ممتاز عين إذن هذان وجهان الوجه الأول أربع حركات الوجه الثاني ست حركات ممتاز وهو حرف العين إذن الأول الألف لا يمد الثاني حي طهر تمد حركتان حا يا طا ها را الوجه الثالث العين فيه الوجهان الوجه الرا عفوا القول أو القسم الرابع من يجيب توضل حركات ممتاز عشاء الله ست حركات القسم الرابع يمد ست حركات ما هي الحروف التي تمد ست حركات عسل نقص عسلكم نقص كم عسل نقص واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص ما معنى والطول أخص المد إما قصر وإما توسط وإما طول ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام المد إما قصر أو توسط وسط أو طول قالوا في عين الوجهان والطول أخص الوجهان يعني كم حركات أربع أو ست هذا أطول توسط أربع حركات القصر حركتان مرة أخرى المد إما أن يكون قصرا أو توسطا أو طولا ويقال إشباعا عندما يقال إشباع المد ما معنى إشباع يعني ست حركات ورش يقرأ بالإشباع الإمام ورش عن نافع هذه قراءة كلها مدود والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل كلها هذه القراءة إشباع يعني مدود والذين آمنوا هذه رواية ورش فكلمة إشباع يعني ست حركات الطول الطول الإشباع هو سواء إذن المد ثلاثة إما قصر وإما توسط وإما طول أو إشباع ما شر هذه الحروف المقطعة تنقسم إلى هذه الأقسام القصر التوسط الطول والألف لا يمد طيب إذن الآن نطبق الدرس لكن بارك الله فيكم هناك الغنة تنتبه لها الغنة بمقدار حركتين مم لام هذه الغنة تكون بمقدار حركتين أين المكروفون موجود طبيق طيب من يقرأ أولا نبس ها ماذا من اليمين نبس هم تنتبه البيت موجود من يقرأ لها باس وصله إلى هنا البيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ست حركات ست حركات حركتان ست حركات الالف لا يمد نعم مرة اخرى الاف لا ميم ممتاز ما شاء الله الذي طالب الآخر حرف ميم حرف الميم لا تقول مي لا غير صحيح وذو انخفاض بنخفاض للفم يتم مي مي غير صحيح مي نعم بسم الله الاف لا ميم صاد الذي بعده نعم انتاز لكن كلمة الاف هذا لابد منه رخاوة نعم الاف لام الاف 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 مرة اخرى الاف لام ميم صاد تاز بعض الحروف تفخم استعلاء صا لا تقرأ صا غير صحيح لأن صاد من حروف خص ضغط قض وأقيم الصلاة وآت الزكاة الصابرين صاد نعم تاز ما شاء الله ألف لام مد 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 ستة حركات لام مد الآن الطالب اسمك من؟ أغس 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 إن شاء الله أتى بغنة في الميم هل هذه الغنة صحيحة؟ لا لماذا؟ هذه الميم متى تكون فيها الغنة؟ سؤال متى تكون الغنة في الميم؟ عندما يأتي بعدها ميم مثلها ميم أتى بعدها ميم إضغام الميم مع الميم لم ميم أنظر كلمة ألف لام لام في آخرها ميم ثم ميم في بدايتها ميم الميم مع الميم إضغام الميمان الميمان يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ إضغام المتماثلين ميم إذن هنا الغنة إذن هنا الغنة أما كلمة ألف ألف لام را ماذا أتى بعد الميم؟ لام را 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 إذن لم يأتي ميم ليس إضغام لا يجوز الإضغام لا يجوز الغنة إلا إذا أتى ميم وبعدها ميم يكون إضغام فقراءته لام را خطأ خطأ الصحيح الصحيح لا را را وليس هذا لا يجوز ليس صحيحا إلا إذا أتى ميم هنا إضغام الميم مع الميم والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى نعم بارك الله فيكم مرة أخرى ألف لام را ماشاء الله امتاز حرف را كم يمد حركات برابا حركتان حركتان تاز يمد حركتان أو يمد حركتين لأنه من حروف حي طهر حيا طهارا كلها كلها تمد حركتين كلمة كافها يا عين صاد من يقرأها سهلة ليس صعبة أليس تقرؤون سورة مريم دائما نعم ما شاء الله نعم عندك قبل أن تقرأ الكاف كم يمد كم حركات ستة كافها يا عين صاد أريد هذه الكلمة الكاف كم خمس ما في معنى خمس معنى الألف لا يمد حي طهر حركتان العين وجهان أسألكم نقص ستة حركات لا يوجد خمس حركات ما يوجد ستة حركات من القسم الرابع القسم الأول لا يمد القسم الثاني حركتان حي طهر القسم الثالث فيه الوجهان القسم الرابع ستة حركات الكاف من القسم الأول أم الثاني أم القسم الثالث أم القسم الرابع كم الرابع ستة حركات تاز كاف طيب ها الها كم يمد حركتين حركتين ما شاء الله لأنهم من القسم ثاني الثاني أمتاز حي طهر كاف ها يا اليا كم يمد حركتين لأنه من القسم ثاني ثاني أمتاز كاف ها يا عين كم يمد ستة ست حركات ويجوز أربعة لأنه من القسم الثالث فيه الوجهان وهو العين طيب كافايا عين صاد الصاد كم يمد حركات ست حركات لأنه من القسم الرابع ماشاء الله متاز إذن الآن اقرأ كاف ست حركات ها حركتان ست حركات زائدا حركتان ثمان حركات يا حركتان عشر حركات يا عين ست حركات يكون ستة عشر حركة ثم الغنة مفخمة مقدارها حركتين يكون كم ثمانية عشر حركة ثم الصاد ست حركات يكون المجموع العدد الحركات أربعة وعشرين حركة الآن نريد منك أربعة وعشرين حركة طيب خذ النفس ثم اقرأ كافايا عين صاد ما شاء الله امتاز بصوت واحد الجميع خذوا نفس وقرأوا هكذا أنا أول أول ما أكمل أنا أنتم ابدأوا مباشرة كافايا عين صاد ما شاء الله امتاز مع قلقلة الدال الدال صاد هذا لا بد منه كلمة حاميم عين سين قاف أو حروف حاميم عين سين قاف من يقرأها نريد واحدا حاميم عين سين قاف الحا حركتان الميم ست حركات إذن ثمان حركات العين ست حركات الغنة طيب ست حركات زائدا ثمان يكون أربعة عشر الغنة حركتان ستة عشر سين ست حركات ثم الغنة حركتان ثم ثم عين سين القاف ست حركات المجموع ثلاثون حركة ثلاثون حركة خذ نفس طويل ثلاثون حركة طيب احسبوا له الحركات والغنان نعم ابدأ حاميم لا لا توقف كلها مع بعض أخذ نفسا طبعا يجوز له أن يأخذ النفس بعد حاميم ثم يجوز هذا في رواية حفص لأن حاميم عين سين قاف آية آيتين يعني هذا حاميم آية عين سين قاف آية أخرى إذن يجوز الوقف حاميم ثم تقف تأخذ نفس ثم عين سين قاف لكن في بعض القراءات لا كلها آية واحدة تأخذ نفسا واحدا وتأتي بهما في وقت واحد لكن في رواية حفص لا يجوز لك هذا ويجوز لك هذا يجوز لك حاميم عين سين قاف ويجوز لك حاميم عين سين قاف إذن يجوز هذا ويجوز هذا إذن حاميم بصوت واحد حاميم عين سين قاف واحد اثنان بصوت واحد الجميع محسب واحد اثنان ثلاثة حاميم حاميم عين سين قاف تاز هناك سؤال هل الغنة في عين سين قاف غنة واحدة او يوجد فيها اختلاف وما هو الاختلاف من يعرف ما هو الاختلاف العين والسين كلاهما حركتان حركتان وهذا حركتان لكن هناك فرق ما هو الفرق ان الغنة الاولى مرققة عين ترقيق الغنة ليس ليس وانما ينترقيق الغنة ثم سين الغنة الثانية مفخمة لماذا هذا سؤال من يجاوب بعده حرف استعلاء احسن بعد النون الثانية حرف استعلاء اذا الغنة مفخمة متى تفخم الغنة عندما يكون بعدها حرف استعلاء كلمة من كم الغنة مرققة من من خطأ من كم ترقيق الغنة اذا اتى بعدها بعدها مثلا قف تفخم الغنة من قبل من صل صل ينزل ينزل لماذا لا نقرأ ينزل لان الزاء ليس من حروف الاستعلاء متى تفخم الغنة اذا كان حرف استعلاء تفخم الغنة متاز نقرأ الحرف الغنة الغنة الاولى كم حركات لا الغنة الغنة طيب الف لا يمد لام ست حركات الغنة كم حركتان ايتي بها مرة اخرى مرة اخرى ليس او لام ما تبدا را را حيث را را تطو لأنها مفتوحة متى تفخم الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة راء رو كافر ليس رو كافر راء لا راء راء ليس راء راء تفخيم تاز أعطي الخلف كلمة طاها اقرأ كم يمد الطا طا كم حركات طاها والها كم الطا ست حركات والها حركات طاها صحيح طاها طاها أربع أربع طاها 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 صحيح طاها آخر 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 كلام حسن نعم صحيح بارك الله فيك الطا حركتان يمد حركتان طا طاها 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 صيح ميم اقرأ طا سيح ميم اقرأ كم ميدتها الطا هكذا طا فقط ليس طا هذا الثلاث طا لا حركتان فقط طا طا نعم طا سي ليس السي ليس سي عدو انخفاض بانخفاض للفم يتم العالمين نعم طا سي 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 ليس سي سي نعم سي 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 ليس هذا لا هذا كامل سي الذي عليه الأسنان السفلى الأسنان هي التي تنزل ليس الشفا لا هذا هو الذي ينزل سي 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 ليس السي سي 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 خطأ صحيh سي سي حسنا الوغنة حركتان مرة أخرى العنة العنة حركتان بعد تسيم 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 هذه العنة مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة تسيم ماشاء الله تازل الحرف الذي بعده تسيم عند من تقرأ تسيم 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 ممتاز ممتاز لكن لا تقول سيم هذا ميم لا سيم أما اطباق الشفتين هذا ميمن أو هذا ميم سيم هذا لا اطباق الشفتين يكون ميم العالمين اذا طبقت الشفتان انقفلت هذا ميم لا النون ان العالمين ان ان وهكذا اذا سين اما هذا خطأ تازل بارك الله فيك الوراء طالب اقرأ لنا يا سين نعم يا سين تازل ساد ساد حديم حميم قاف قاف نون نون تاز بارك الله فيكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى اي سؤال اي اشكال طيب تضل لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لكن ملاحظة وهي في رواية حفص يجوز 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 لك ايها القار ايها القر في الامران ان تقرأ حرف الميم بحركتين وصلا هي الامران هي في رواية حفص يجوز لا يوجد هذا واجب ستة حركات في الميم يجوز حركتان او حركتين ميم ميم حركتان لكن هذا خاص في سورة آل عمران لأنه ورد ورد بالتلقي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك قرأ ذلك ما شاء الله سؤال آخر نعم مثل كلمة أعوذ أو أعبد هو يسأل إذا أتى ضمه ثم ضمه هل نضم الشفتان نضم الشفتين ثم نرجع مثلا بود هل هكذا أم بودو ضم واحدة بودو الصحيح ضم واحدة الصحيح ضم واحدة بودو الشفتان مضمومة ثم الباء وكذلك الدان بضمة واحدة للشفتين ما شاء الله لا هنا طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله لأنت نستغفرك نتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر